جعلك أستاذ محمد وأتكلم معاك عن جملة الحقيقة كان لازم نقف عندها في كتابك وهي محتاجين تنشيط للذاكرة أو أننا محتاجين تنشيط للذاكرة احكيلي شوية عن الجملة دي وأي شكل من التنشيط شايف أن احنا محتاجينه دلوقتي في الفترة الحاسمة اللي احنا موجودين فيها هي الفترة اللي أنا كتبت فيها الكتاب يعني كان من 6 أو 5 سنين كان السوشيال ميديا غرقان بشكل كبير جدا في تشويه السوابط الوطنية اللي موجودة بشكل كسيف يعني واللي ساهم في ده أعتقد كمان جماعة الإخوان الإرهابية فظهرت في يعني تزيل في الحقائق وتغليط في المعلومات وطبعا احنا هجمنا ده واجهنا ده بشكل كبير جدا وتعرضنا له بشكل كبير جدا فده كان سائد بشكل كبير في الفترة دي فعلشان كده احنا محتاجين تنشيط الزاكرة وانت لازم تقرأ مش لازم تقرأ لشخص بعينه أو لفكرة بعينها لا انت لما تقرأ لأكتر من فكرة هيحصل عندك اطلاع بشكل أكبر هتقدر تقيم كل مرحلة زمنية تبقى لمجرياتها ده التقييم هو ده تنشيط الزاكرة انت لما تقرأ مش لما تسمع لما تقرأ لما تقرأ هتفهم لكن لو سمعت طبعا ولما تقرأ كمان وتطلع مظبوط هيكون عندك تقييم انت كإنسان أو انت كمصري على حقائق المواضيع اللي بتتعرض لها وعلى حقائق المعلومة وأصل المعلومة اللي بتوصل لك لانك اذا ما كنتش مطلع مش هيكون عندك ميزان تقدر توزن به حتى ما مدى صحة المعلومة اللي وصلها لك والحقيقة انه كمان ده يودينا لجزئية تانية وهي فكرة الاستسهال للوصول للمعلومة أستاذ عمر يعني مشكلة الأجيال الجديدة مشكلتنا أو مشكلة الجيل السائد اللي موجود دلوقتي هو اللي بيستسهل في انه يوصل للمعلومة عشان يستسهل يعني ايه اوصل للمعلومة يعني انا بكتب كلمتين على الموبايل أو على الايباء ده أو على الكمبيوتر بتاعتي بتطلع لي المعلومات الله أعلم بقى المعلومة اللي جاية دي جاية منين وجاية لصالح مين وفيها ايه في النص ممكن يغير موازين حساباتي ومعتقداتي وهي دي الفكرة انه احنا دايما بنحاول نقول انه احنا مش عايزين نستسهل في اننا بنوصل للمعلومة هو لو عرف الفرق بين المعرفة والمعلوماتية مش هيستسهل او هو هيعرف ان هو ده اسم استسهل فهي بد عنه فيه فرق كبير بين المعلومات والمعرفة المعرفة بقصدية لكن المعلومات اللي هي بتنزل بتنزل من كل حتة تقريبا دلوقتي اي حاجة حد بيفتحها لو فتح الباب هيجيله معلومات لو فتح الحنفية هيجيله معلومات فدي معلومات معلومات مش متربطة ما لهاش علاقة ببعضها معلومات شرق على غرب على فن على رياضة على كل حاجة يعني كل حاجة مختلطة فدي معلومات امتى تتحول لحاجة مفيدة لانسان لما تكون تتحول لمعرفة يبقى هو بغرض يعني هو داخل يبحث عن حاجة معنا بغرض وعندنا وكيبيديا بتعمل يعني وكيبيديا بتعمل يعني مستقل كل حاجة تقريبا في العالم طبعا بشكل مبسط واحيانا بيبقى مخل ومناسب ومناسب احيانا لكن هو لكن هو اللي عايز يبحث يعني مثلا اللي عايز يدور على بسالة أهل السويس وبسالة أهل بورسعيد في عدوان 56 وفي حرب 73 هيلقي معلومات كتير جدا هيلقي معلومات مهمة جدا هيلقي معلومات توصله حتى على الأقل الكتب ممكن يقراها فبالتالي هنا بقت معرفة وليست معلومات اهتماماتنا بالرموز الوطنية وإبراز الرموز الوطنية والقدوة الوطنية إن أنا أقدر أنقلها للأجيال اللي بعدي وأقدر أنقلها للشباب وبالتالي تتنقل للأطفال موجهة نظرك أستاذ محمد لقد إيه مهمة هي مهمة جدا لأنها بتعزز القيم عند الإنسان القيم دي لحنا لما نبرز أبطال بعينهم قدموا تضحيات علشان الوطن بالزرع في خلال بقى تاريخه وحروبه أنت بتبرزي معاني إنسانية معاني أنه فيه شخص يعني هو ضحب بكل ها هي حياته هو موت نفسه عشان يبقى فيه وطن لأنه ما كانش هيبقى فيه وطن فدي قيمة دي قيمة بتخلي الشخص الطفل اللي موجود أو الشاب اللي موجود هو فهم إنه فيه أساس عنده هو الوطن إنه خانق أوكي بس فيه أساس موجود فكرة تعزيز القيم صحيح صحيح م counterparts اشتركوا في القناة